السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم معي في مطبخ تيما كانتمنى ان شاء الله الفيديو ديالي نلقاكم على خير وفي احسن الاحوال ودائما مع الوصفات السهلة والاقتصادية غادي نقطع حليكم اليوم ان شاء الله فطائر سهلة في المقلات بشكل جديد وعجين سحري بدون دل بدون زبدة وايضا بدون خميرة نهائيا بحسول ديدة بزاف اقتصادية بلا لحوم فكانتمنى منكم تجعلني باللايك توصلوا معي الفيديو الاكبر عدد من الاعجابات تقسموا مع معرفكم اصدقائكم وتنضموا القناة اللي اعجبكم محتوى الوصفات اللي كنقدم خليكم مع المقادر طريقة تحضير فرجة ممتعة فكمدوا بسم الله بمكونات العجين اللي هي بسيطة جدا كنحتاجوا الخمسة الكؤوس ديالعنبه منطقيق الابيض مايو حديل 500 جرام اللي هو فرينة بنسبة الاخوات اللي في الجزائر كنضفع له ملعقة صغيرة من الملح ملعقة كبيرة من زيت المائدة وكامقا كنجمع بالماء العادي ماء بارد مايكونش ماء دافئ كامقا كنضفر ماتدريجيين وانا كنجمع العجين حتى نحصل على عجين اللي هو ليين ويكون قابط فراس بالنسبة الكميات المالي دخلت انا فانا دخلت كأس مملؤ ديالعنبه يعني 200 مليلي لتر وكأس الا ربع يعني 180 ملي لتر المجموعة 380 ولكن كيف كنقول لكم ما تضيف وش ضفعة واحدة باش ما يجراش لكم العجين وش بقاو كتضفوا الدقيق مني كنحصل على العجين بهذا الشكل هذا انا ما غديش ندلكوا كيف ما كندير معكم دائما غدي نجمعوا لهذا الشكل هذا وغدينا ندهنه بوحد دهنة خفيفة ديال زيت ونديره في البلاستيك حلما نوجد الحشوة مني كتكملوا الحشوة راكي يكون تلقى الراسة ممكن نديره في علبة محكمة الاغلاق او لتديره في طنجرة ديال الضغط وبالنسبة لي انا دائما فهذا العجين كيبقى عندي هو الاساس وكنشكل به مجموعة من المسائل سواء ان نخدم به البساطل او كان خدم به المورقات وكذلك نخدم به حتى بحلاك الفطائر يعني كتبقى عجينة اساس والاختلاف كيبقى في الطرقة ديال كيفاش غنطلقها وغدي نخدمو بها المهمة نخلي جانباني تطلق كندوز الحشوة بنسبة للحشوة فغدي نحتاجوا الحبة كبيرة من البصل حبة من ديال فلفل الوان من كل لون ممكن ديروا غدل لون واحدة لحسب الرغبة ديالكم وليمتوفر عندكم كنديرهم في مقلات على النار اللي هي هادئة كندف علمو حجوج مع الكبار من زيت الزيتون كندف ايضا الملح الملح دائما نرى كيبقى على حسب الضوغ وغدي نضيف وحضر لشادي الزعتر ليه بس النسل ممتوفر ليهم ممكن تعودوه باي نوع ديال اعشاب المناسبة لعندكم كندف نفس ملعقة صغيرة من الفلفل الاسود وغدي نخلط هاد المكونات جيدا ما بعديها تحت تنساجم دروري ما نمسجوهم باش هكي تلبسو لنا كلهم بسيت نخفضوا النار النار اللي هي مهيلة وكن نغطوه على الاناء ونخليه بحالة كي يرجع عليه العرق دياله وسهد دياله ونضج لي هاداك الباصل يولي اللون دياله شفاف وايضا الفلفل من بعد بما كنحصل عليهم بهات الشكل هذا كيف كتشوفوه دروري مرة مرة نحركوهم انا كنعطيوه هادنا سايح فقط اللي مبتديات يعني مرة من راضيه ونحركو حاجه باش هكا ما تلتساقش لكم فالقرار ديالالاناء خصوصا الي كان الاناء ديالكم خفيف من بعد ما كنحرك هاد المكونات على هاد الشكل هادا غادي ندفع لهم ههنا يا جوش حبات ديال الطماطم من عندي مقطعين مكعابات بالزراع ديالهم يعني كنقطعهم معكن حيش لهم هاداك القلب ديالهم كنضيف ايضا واحد جوش حبات ديال الجازار كبيرة اللي محكوكه في الحكاقر نضيف الحشوة في الحشوة التجاج نضيف الحشوة حتى الاخير نضيف الحشوة من الأصل في الأول نضيف المقلاة و نضيف الحشوة و نضيف الحشوة و نضيف الحشوة نضيف الحشوة الملعقة صغيرة من الكمون ملعقة صغيرة من الفلفل أحمر قليل من البودرة و نضيف الحشوة سوف نضيف ملعقة صغيرة من سلسلة الحار سوف نضيف ملعقة صغيرة من سلسلة الحار نضيف ملعقة ملعقة كبيرة من السلسلة نضيف ملعقة 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 كبيرة الزيت سقطر من ملعقة الزيت نضيف ملعقة الزيت نفتت هذا الطون و هناك النار مهيلة لا يوجد مجهده نبدأ نجمع المكونات لتفرتت في نفس الوقت و في نفس الوقت يلدد لنا هذه الحشوة سوف نطفع لها النار و نجعلها تبرد نرجع للعجين بالنسبة للعجين سوف يبقى في البلاسيك سوف يدلق الرأس لا يوجد غير غير مرخوف لان انا سوف نطلقه بالنسبة لك فنبدأ نشكله على شكل كرايات الحجم دائما لذلك يبقى على حسب المقلاد لكم انا شكلته على كرايات و من بعد نقص منهم لكي قديتهم نحاول نقادلهم من المنمس يكون كراوي نجيبو حد الصحن و نضع هذا القطع و نغلف عليهم بالبلاسيك نأخذ اول كرا و نبدأ نورق نبدأ بالستعانة بالدقيق فقط لا تحتاجون لي في هذه المرحلة لان انا سوف نورقهم لكي يطبوا في الفران نطلق غير بالدقيق بهذه الطريقة دائما انتم تدفعوا الجوانب و الواسط حتى نرقها لكي تسمكم معين لكي تغلبكم خصوصا المبتدئات نورق بهذا الشكل من بعد ما نورقها رقيقة نوضعها هنا في السحن و نرشلهم بيناتهم نعاود نكرر نفس العملية و نتلقي كرة اخرى من نسبة الاخوات المبتدئات حاولوا انكم تلقوا واحد ثلاثة الكورات وتشكلوهم فيما بعد كيف سوف نورقكم و توضعهم في السحن لكي يلتسقوا لكم الى احتاجهم على بعدياتهم و كانت يديكم تقيلة في التشكيل سوف نطلقهم بهذا الشكل من بعد ما نطلقهم بصمك انا دائما ندرت حدية واحد السحن نرشد دقيق ما بين كل الطبقة و نحط طبقة اخرى انا سوف نأخذ اول كرة تلقصها و نضعها فوق سطح العمل و نقسمها بجرارة البيتزا على الجوش ندير واحد الكيمية من الحشوة في الجانب بهذا الشكل و ندير ايضا كيمية الحشوة في الجانب المقابل نحاول نسويها و نديرها لجوانب و نخلي واحد المساحة في الجانب لما تكون عامرة ندير عليها الجبن و ممكن تعودوه بالجبن الكريمي اللي القطع كتديروا واحد للقطع الجبن فوق الحشوة من بعد كيمية كان طواها بهذا الشكل هذا كان طواها بشكل متلت و من بعد كنجي بالطرف المقابل و كان حييد الحشية باش كيف تلتصق على بعضياته بجينة مقفولة من الاسفل و لا تخرج لي الحشوة الناس اللي يرشووا دقيق بزا فيدهنوا الاسفل بالقليل من الماء باش يلتصق العجين على بعضياته من بعد كنعود نكرر نفس العملية مع الجهة الاخرى دائما كنهزوا بحلكة بشكل متلت و من بعد كنجيبوا الجهة المقابلة كنحاولوا اللحم و العجين نرى كي يلتاحم على بعضياته سوف ينقطعوا هاداك البواقية للعجين في الاخر هتجمعوهم و هتعدوا تشكلوا بهم كرة و تديروا بها نفس المسألة نرشو هذا المكان بالدقيق و نضع القطاع بهذا الشكل هذا لهذا العجين هادا راهمني كيبقى عندكم في الصحن راهم كيبدا كيترخف لذلك نقول الاخواتي اللي يديهم تقيله بحالكة بشكل متلت رشو بالدقيق أو رشو بالدقيق او لا رشو بالسميد رشو بالسميد و عاد باش ديروا القطاع الاخرى ديال العجين باش هكا تجيكم القطاع الاخرى باش هكا تجيكم القطاع الاخرى و ميغلبكمش العجين من بعد كيف كتشوفو هنا كنعود نكرر نفس العملية كناخد قطع اخرى كناخد قطاع بجرارة البيتزا للطرف المقابل كنحاول نسويها كنجيب الحشوة كنديرها في الجوانب كنديرها في الجانب المقابل بالنسبة للحشوة كناخد قطاع كناخد قطاع و لكن لا تجيب البيتزا لان الجناب سيلاقص الحشوة لا تجيب البيتزا من بعد كندير قليل من جبن من الأعلى ديالهم و كنبدأ نلفه بها الطريقة غير ضغط عليها باش تجيب البيتزا فوق العجين كنجيب مقادة و كنجيب كنبقى كنشي بها بها الطرف هذا الجهة المقابلة و نعود نكرر نفس العملية مع الشارط الثاني كنجيب طريقة سهلة كيف كنت لكم و كيجيب شكل ديالهم جميل و عاوزاني الشكل مختلف باش نقدمه في المائدة ديال الافطار غادي نكمل كمية ديالي كلها بنفس طريقة و كندوز المقلات هنا باش نطيبهم كندير القليل من الفلفل الحار و الفلفل الحلو اللي هي التحمارة و السودانية و كنديرهم مع القليل من الزيت و كندخلطهم و كندخلهم مهبطوا في القعر و كندخلنا الزيت اللي في الاعلى باش هكاك يجوني هذوك الفطائر مذهبين هادي طريقتي دائما اللي كندخل بها الفطائر و المسمن كندهل المقلات و كندخل نوضع القطع بها تشكل هذا و كندخل بهم كندروا قطع لحسب الحجم المقلات ليس كبيرة ولا صغيرة كل ما كانت المقلات كبيرة كل ما كانت المقلات كبيرة كل ما كانت تسالية و ضغية سوف يبدأ نقلبهم و نضغط عليهم بهذا الشكل كي بدأوا و كيتنفخوا كيتورقوا و كندخلهم على الجهة المقابلة كنعود ندهنهم حتى هم بحلقة بالزيت و دائما نهزو غير من الجهة الفقانية باش متهزوش في الفلفل الحمارة و تتحرق لكم في المقلات كنبقى كنقلب فيهم دائما النار تكون متوسطة لا تدروا نار مهيلة باش هكا يدخلهم الطيب الواسط ديالهم و بقاو كتضغطوا عليهم و انتم ما كتقلبوا كنبقى بحالة كف مستمر في الطيب ديالهم مني كيبانو اللي يندجو للجو يبجوش كنحيدهم و كنوضعهم فحد للورق نشاف و نكمل بنفس الطريقة و اللي كنأكده لي هو التقليب المستمر من بعد كنقدموهم كيجي هذا و الشكل نهائي ديالهم كيجي حسوة الهيال دي دون مدق ديالها رائح كنت من الوصفتنا لإعجاب ديالكم حاولت انا نقدم لكم وصفة الهيال سهلة و في متناول جميع يلا عجبتكم الوصفة وصلها معي الاكبر عدد من اعجابات قسمها مع معرفكم واصدقائكم و خليت لكم راحة الى الملتقى مع وصفة جديدة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته